بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم بالورقة والقلم تكتب سيرة رئيس جمهورية العراق بتاريخ سياسي حافل ما بين مناصب سياسية وعلاقات دولية ورؤية مستقبلية فمن هو رئيس العراق التاسع؟ هو برهم أحمد صالح قاسم ولد في السليمانية عام 1960 حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف عام 1983 يحمل شهادة الدكتوراه في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكمبيوتر من جامعة ليفربول عام 1987 سياسي عراقي كردي تولى عدة مناصب حكومية سابقة في عام 1976 انضم إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في عام 1992 أصبح عضوا في قيادة الاتحاد أسس الجامعة الأمريكية في السليمانية في عام 2003 شغل مناصب عدة في الحكومة عين رئيساً لحكومة إقليم كردستان مرتين بين 2001 و2004 في عام 2004 أصبح نائباً للرئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة في عام 2005 شغل منصب وزير التخطيط في عام 2009 أصبح رئيساً لحكومة إقليم كردستان الجديدة في عام 2018 أصبح رئيساً جديداً للعراق وهو الرئيس التأسع وضع صالح احترام سيادة القانون نصبعيني في العمل على أن يكون العراق بلداً يواجه تحديات الأمن والاقتصاد والسياسة مع المحيط العربي والعالمي شرع بطرح مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة التي أحدثت نقلة في عالم محاربة الفساد ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها وهي خطوة على طريق استعادة أموال طائلة تقدر بالمليارات خسيرها العراق من مجموع والدات النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار يمتلك صالح ثروة كبيرة في الحنكة الدبلوماسية برصيد علاقات عربية ودولية واسعة وصف في الصحف الغربية بالرجل المتزن في النقاش حول قضايا العراق والمنطقة وصناعة التهديئة والاستقرار داعما للأمن الذي يخلق الازدهار لشعوب المنطقة علاقات صالح الدولية مع الغرب وضحت من خلال لقاءاته وخطاباته أمام قادة دول العالم حيث استطاع إيصال صوت العراق ومشكلاته وحقوق الأقليات فيه والدفاع عن قضاياهم سيما المتعلقة بالتبعات ويلات الحروب والإرهاب يتمتع رئيس التاسع للعراق بثقة مطلقة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرشحه ليكون رئيس الجمهورية الجديد وهو مرشحهم الوحيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة